دعونا الآن نقترب من المدينة المنورة وقد كان اليهود الذين يعلمون جيدا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم ما وفي وقت قريب حان موعده من خلال قراءاتهم في كتبهم أنهم يعلمون أنه نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك قال أحدهم وكان يعتلي نخلة كان يترقب وصول النبي عليه الصلاة والسلام مع صاحبه الصديق رضي الله عنه نادى الأنصار ونادى المهاجرين بأعلى صوته يا بني قيلة هذا جدكم قد جاء جدكم يعني أميركم العظيم صلى الله عليه وسلم قد وصل الآن هناك منافسة من الصحابة الأكارم من الأنصار على وجه الخصوص كل يحاول أن يلوي عنق الناقة القصوى تعرفون اسمها طبعا اسمها إيه؟ القصوى بالصاب يحاول كل منهم أن يلوي عنق الناقة ليذهب بها إلى داره لينال شرف استقبال الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام في بيته ولتحل البركة له في بيته وكان كلما فعل ذلك أحدهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة يعني إيه؟ ستأتي الناقة في مكان بعينه وفق أمر الله وتدبير الله تبارك وتعالى وهو المكان الذي اختاره الله عز وجل ليكون مكانا للمسجد النبوي المبارك دعوها فإنها مأمورة وقد أمرت فعلا وبركت الناقة في المكان المبارك الذي أنشئ فيه المسجد النبوي المبارك هذا المسجد سأل النبي أو هذا المكان هذا المكان سأل النبي لمن هذا المكان؟ قالوا لغلامين يتيمين في المدينة يا رسول الله إلي بالغلامين واستدعي الغلامان وجاء الغلامان مسرعين لأن اللقاء سيكون مع سيد البشر مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودار الحوار حول تملك هذه الأرض وثمن هذه الأرض وحاول الغلامان كما قلت في اللقاء الماضي أن يقدم قطعة الأرض هدية للإسلام والمسلمين وأبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون المكان بالثمن ونظر نظرة إلى الصديق يعرفها جيدا ابن أبي قحافة رضي الله عنه وفتح صرته وأخرج ثمن الأرض ودفع به إلى الغلامين وبدأ المعسكر العظيم بدأ المعسكر العظيم معسكر إنشاء المسجد النبوي المبارك وفي مقدمة هؤلاء الذين قاموا ليطهروا المكان وليخرجوا الحجارة وليخرجوا الأتربة الموجودة ليهيئوا المكان للبناء ورسول الله عليه الصلاة والسلام في مقدمتهم نعم يحمل على كتفه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه الطراب ويحمل الحجارة كذلك وفوق هذا وذات يردد بيتا من الشعري هو دعاء للأنصار وللمهاجرين اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة نعم وبدأ المعسكر كما قلت تعلمون أيها الأحبة بأن دولة الإسلام في المدينة قامت قامت على ثلاثة من الأسس المهمة أول هذه الأسس المسجد المسجد والمسجد النبوي المبارك على وجه التحديد المسجد الذي يلتقي فيه المسلمون بربهم ويجلسون فيه ويتشاورون في مستقبل الأمة وما يعن لها من المواقف والقضايا المسجد بيت المحاضرات بيت الاستقبال حتى للوفود والله العظيم النبي عليه الصلاة والسلام كان يستقبل فيه حتى النصارى القادمين من نجران أو القادمين من الحبشة وكان يسمح لهم بالإقامة في المسجد النبوي بل قرأت والله الذي لا إله إلاه بأنه سمح لنصارى الحبشة أن يؤدوا إحدى الصلوات النصرانية أو المسيحية في المسجد النبوي المبارك إلى هذه الدرجة وصلت سماحة الإسلام وسماحة رسول الإسلام عليه صلوات الله وسلامه طيب الأساس الثاني الاتفاقية المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار نعم هذا أساس عظيم من الأسس التي قامت عليها دولة الإسلام في المدينة المنورة اتفاقية المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار آه خرج المهاجرون من ديارهم وأموالهم لا يعني لا يملكون شيئاً يعني يعتمدون عليه في دار الهجرة إلا القليل والقليل حتى إن الصحابية الجليل الصحابية الجليل الذي خرج من داره يريد الهجرة إلى المدينة وأخذ يتسلل ليلاً سأذكره بعد قليل أخذ يتسلل ليلاً ليلتقي بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وليصل إلى المدينة آمناً عندما رأوه قالوا تعالى تعالى لقد جئتنا صعلوكاً لا مال لك فقيراً معدماً وتريد الآن أن تخرج بهذا المال إلى محمد بن عبد الله كلا والله لن يكون قال هذا الصحابي أترضون يعني أن أدفع لكم هذا المال وأن أتركه لكم وتخلون سبيلي حتى أهاجر إلى المدينة وألتقي برسول الله قالوا لك هذا لك هذا والله حصد حدث هذا فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما علم بذلك رابح البيع رابح البيع يا صهيب صهيب الرومي عليه رضوان الله تبارك وتعالى هو الذي حدث معه ذلك ذكرت هذه الواقعة لأبين لكم مدى التعسف الذي فعلته قريش ومع الصحابة الأكارم من المهاجرين عليهم رضوان الله فخرجوا كما قلت لكم فكانوا في أمس الحاجة إلى عون يقدم من إخوانهم الأنصار نعم وهذا الذي حدث رضي الله عن المهاجرين ورضي الله عن الأنصار ولكي أبين لحضراتكم مدى فاعلية هذه الاتفاقية وجدية هذه الاتفاقية والصدق الذي تم تنفيذ هذا الاتفاق به هذا سيدنا سعد بن الربيع عليه رضوان الله يقول لأخيه الذي آخ آخ بينه وبين سيدنا عبد الرحمن بن عوف كانت الاتفاقية تضمن أن عبد الرحمن بن عوف أخ لسعد بن الربيع قال سعد بن الربيع الأنصار لسيدنا عبد الرحمن بن عوف يا أخي يا عبد الرحمن أنا أكثر الأنصار مالا أشاطرك مالي الله أشاطرك مالي ولي زوجتان فانظر أيتهما أعجبتك فسمها لي حتى أطلقها فإذا انتهت عدتها تزوجتها على بركة الله بالله عليكم سمعتم موقفا بهذه العظمة في التاريخ كله لا لا يمكن أبدا وخاصة ما يتعلق بالزوجة ولي زوجتان فانظر أيتهما أعجبتك حددها وسمها لي حتى أطلقها فإذا انتهت عدتها تزوجتها إن شاء الله ويرد عليه العفيف الكريم العفيف الكريم رضي الله عنه بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق وما هي إلا أيام قليلة حتى أكرمه الله من ربح التجارة وتزوج عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه طيب الأساس الثالث من الأسس التي قامت عليها دولة الإسلام في المدينة المنورة الأساس الثالث اه اتفاقية دستورية على أعلى مستوى تتخيلون نعم تنظم العلاقة بين اليهود والمسلمين دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة المنورة فوجد اليهود مقيمين بها فوالله ما طردهم وما فكر في طردهم صلوات رب وسلمه عليه أبدا وإنما أقرهم على ما هم عليه وأقر إقامتهم وأحسن معاملتهم وعاد مرضاهم نعم والله وواسى الفقراء منهم صلوات رب وسلمه عليه ووقع الجميع على هذه الاتفاقية التي تنظم العلاقة وكل الأمور بين المهاجرين والأنصار بين اليهود وبين المهاجرين والأنصار